السلام عليكم مرحبا بكم لي مع قناة لكي ان شاء الله رأيكم بخير و رأيكم لباس يا رب العالمين و اتطلوا عليكم هاد الفيديو بالصحة و لنا اليوم ان شاء الله جيت انتقاس معكم فيديو متنوع بعديد من الوصفات فيديو تاع اللي غدي يعطيلك افكار بزاف كي تكون عندك عارضة كيفاش تنطمي وقتك كي تكون عندك عشاء و الفطر و طحوا عليك على غفلة دياف الغفلة المهم اليوم فيديو شباب بالبزاف افكار رائعة جدا غدي نشارككم بهذا الدجاج المردوم بطريقة واحد اخرى قاعدرنا معاكم المردوم و ان شاء الله غدي نعودها معاكم بطريقة واحد اخرى سهلة تاني و كما كم تشوفوا فيه يجي ما شاء الله يكون محشي بالروز تاني راح ندلكم بوركة الكوشة بوحد لفخص بنينة و سامبل و غدي نديرو تاني الحريرة تالفارينة تجي ديروها بالدجاج ولا باللحم كما بغيتو مع واحد صلاطة تاني خفيفة بما سادوان ما شاء الله علي هاش نقولكم خفيفة خفيفة كما تالاعرس على بركة الله بسم الله اول ما نقولكم عليه هو نصلوا و نسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ما تنسونيش بلا جام تاعكم قبل ما تنسوهم ديرو جام دروك و تاني تعاليكم باش تشجعوني باش نعطيكم المزيد على بركة الله شوفوا انا كي جبت سواء الله ولا جبهم لمولدار من المرشي حطيتهم قدامي باش نعرف روحي شبا غي ندير و شبا غي شندير اللولا تبرونجرام و روحكم شا غي تديرو يعني الطباق اللي بيتديروهم تقدري قاعد تكتبيهم في ورقة ما عليك بس يعني كتبيهم في ورقة هكا باش تكوني منظمة انا اليوم اللولا بغيت نبدأ بسوالح اللي شدوا لي في الوقت متوما بدو الحاجة اللي تشد لكم الوقت هي اللي تبدو بيها اهنا انا راني في الراني مع العاصر ولقلي العشاء العشاء يكون واجد استما هنايا شوفوا الوقت كيفاش ورانا المشتاء والوقت كسر بديت بالباربا الباربا كانت عندي ناك دايما نكي يجيب هاليمون الدار من المرشي نغسلها مليح مليح وننشفها وندخلها في الفريجيدر الباربا نايا ما خليها شبرة كالي خليها بره بسحك تخليها بره تتكمل شوقع المهم هنا ايه راني نقطع فيها كنت مخصولا نقطعتها هكا الى اربع تقدروا تقطعها صغير على هكا غادي نفورها اليوم الباربا اخواتي نقول لكم نفوروها في الماء اولا بخروها اطيبلكم بالخف وتقعد محافظة للون اللح مرتاحة سيوا هات الطريقة انا اللي اعطيتها له رغير احام عليها هنا غادي درتها اطفور هديك الباربا وجيت مننا نطيبلكم الحريرة الحريرة اليوم غادي نديرها اكسبرس في الكوكوطة باش طبلي بالخف عندي احباتها عبطال كيماشتو قطعتهم قدامكم قطعة صغيرة شوية عزيت مرسوت على الحم بغطة والدجاج بغطة الغنمي اللي كان عندكم ونصف مغرف كبيرة تعا اسمن هنا تقدروا تستغنوا عليها ديروا غزيت هنا درتهم يتقلوا وغادي ندقي قدامكم هكا الكروطة بس كل شي موجدارو حي راكم تشوفوا راني قدامكم ندير يعني هنا قطعت غير مقاطع هكا باش منطورش عليكم بس كل الفيديو جي فيه بزيف هنا تحبت على الكروطة راني قطعتهم كما هكا الحاجة تاني واحد اخرى هنا كان عندي رابح حبة تعطهم هكا تسقلحتهم القشرة تاهم وراني قطعتهم هكا تاني صغير حبة تعبطة صغيرة وكل شي قدرتها في ديك القدرة كيمكم تشوفوا هكا مع نصف مغرف صغيرة تعطهم هكا من المركزة نقلي كل شي نخليهم يتقلوا مليح مليح ومليحها شعلتها على الغلية يتعلمها باش تغلي للماء درته هنا يليزي بيس حطت الكركم وسكنجبير والفلفل الأسود مع الكروية درتاني الفلفل الأحمر درتاني مغرف صغيرة هنا يراني نزيد فيها قصبر حب مع المطحون نخلط كل شي كما هكا مع بعضها مليح مليح ومن بعد هنا غادي نزيد الملح كما هكا تشوفوا هكا تلدرو كنا ندير فيه غادي تلقوا المقادرة في صندوق الوصف غادي نكتبعها لكم زوجة فصوص تاعتهم وغا نحن مرقها هنا بالماء المغلي نخلطها كخفيفة من بعد غادي نزيد فيه هنا القصبر بلح تعلها نبطيب عشرين دقيقة سينو حتى نص ساعة هنا ذاك البربار راحت فور نعود نولي منها غادي نخطم الماسدوان نعود نقولكم أخواتي باللي الحاجة اللي تشد الطياب هي اللي نبدو بها اللوله غصلت هنا الكاسة عروز ديتنا الروز الأبيض تاروعة غادي ندرت هنا الماء غادي نغلي شوية بس كنت مزروبة في الوقت غادي نغلي شوية حكبت فيها هكا الكاسة عروز المخصول غادي نخلطها هنا نخلطها ونخلطها ونخليه يغلي هنا يحاول 12 دقيقة نطفي عليه 12 دقيقة نطفي عليه سمعوني غاية هنا جبت الدجاجة كانت عندي هنا جبها لدجاجة من البوشي راهي راكم معارفين نحن في وهرا ما يشوته هنا يعني يقلع لك هذا يقلع لك الريش وكل شي ويا ربي كانت منقية الدجاجة غاية المهم هنا راهي في حالة يرتالها كما تشوفوا فيها راهي قدامكم كل شي هنا انا ما تحدفت لكم ولو غادي ننقيها كنت نقوها اخوتيتي عندي ملاحظة هنا يا ادجاج مش قاش تديروه في الماء هو اللوول نقوها كبين يشف ولا بغيتوا تقطعوه ولا حاجة بني يشف من بعد عادة كينا ديروه في الماء باش البكتيريا ما تنتشرش من بعد هنا غادي نديه نشوطها هكا فوق النار باش يتساعدني بالخاف هكا تقلع لي هاداك الريش الرقيق وكل شي ومن بعد نديها تحتسبع لننقيها مليح مليح ونقلع لها كل زوئد للداخل هنا فاتت 12 دقيقة على الروز كما كنت سوف نطفي عليه ونخلي في دك الماء حوالي 10 دقائق ونخلي في دك الماء عشرة دقائق الماء الساخن تاعة التجاجاتة حمليح مليح حليت هالك الداخل شوها قلعت لها هاداك الرئيه وقلعت لها قصوال الزوائد اللي كانوا الداخل هنا غادي نجو انتبلوها تتبيلتا فيها زوج ورق تاع الرند ومبعد درت في معاها شوية تاع الزيت درتها نزوج مغرف تاع الخل وغادي نزيد لاموطاغط 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 حوالي هنا مغرف كبيرات على موطاغط عندي فص واثوري حوالي بقمار حوالي تأثير سوف الثوم والفصة لاموطاغط 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 عن طريقة الحوالية من فرق تاكده وقتل الماء حدود الزوم والائنا و فحش التنوى لاموطات الان ومائج الماء في صغير الكركم الافلفوس الاسود وعندس قصوال التي تقتربات على مخصوص الخل Londر والسقوال فص تاعتها في مغرف الصغيرة في الملح الملح يبغي الملح حجاج مخطوص الكركم وفلفل اسود، سكنجبير وفلفل حمرة، مغرفة معاهم الذي تنبو في حanner القطو نكتب لكم المقادير تحتوي في صندوق الوصف نحاول مغرف كبيرة عسل نصف مغرف تحتوي على المركزة نخلط كل شي مع بعضها هنا اللي كان عندها الياغورت الناطير تزيد انا ساي هنا ما كانش عندي الوقت بش روح نشري وكل شي رشاة زعفران تقدروا تستغنوا عليها وخلط كل شي من بعد وليت هنا للتجاجة غادي دايما نقول لكم طريقة تاعة اللي ما نبدلها شو جام يبدلها انكم اصدرتها للتجاجة تقضبوها كتشلحوه بالخدمة مليح مليح علش باش لها فخص تدخل لكم ولا هذيك التتبيلة تدخل لكم غاية واصدرتها للتجاجة ما يجيكم ش ناشف بعد تقضبتها بالخدمة في الفخاد التوحى وقاع في الأجزاء اللي يكون ملحمين ونعاود هنا ينضي لها هكا امتي ماساج ندخل لها هذيك التتبيلة ندخلها لها مليح 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 هذه التجاجة من الداخل مربرة نلبسها مليح مليح تحت الجلدة بين الفخاد وكل شي المهم تلبسوها مليح مليح التجاجة اللي قتتشرب لكم غاية بسكوتة بيلة سريعة هذي هنا غاية اليوم طريقة مغايرة على المردوم اللي درناها في القدرة تعطين وحقيقة دارت هذيك دجة كبيرة وبزاف قناوات مليوتيوب وداروها ويعني استحسن الجامع هنا جبت كوكوطة حطيت فيها شوية تعل زيت ومغرف صغيرة تعدهان اللي هي زبدة ولمارغارين حطيت هذيك التجاجة كما هي رح تقليتها غير شوية غاية جبت هنالروز دايما نخدم بروعانا هذا البسماتي الذهابي تقدروا تديروا بسماتي الاخر يعني الارز الطاويل وهنالغيسيبيون علاجها منات ججرة نقلي فيها هنا سمحوا لي ما بغدش نقعد كاميرا نقعد غير ندور فيها وقع كان عندي شوية زيتون مقطع كان في الفريجي در هاداك قلت نخدم به وكانت عندي حبة عبصلة هنا تاني قطحتها زيتون تاعي هنا حطيتها هذيك التتبيلة اللي تقلي فيها الدجاج يعني شطلق لي ومن بعد غادي نزيد لها شوية تعمى مغلي كما هكا ساي واللي تعدنا السوس بعد جبت هادا السيبور تاع الكوكوضا وهنا غادي نبدو نعمروا دجاجة تاعنا اللي قليناها شوية قليناها شوية هنا مراهيش خضرة هنا غادي نعمرها بالروز مليحم لي عديت كميانة اللي قدتني هنا جبت عود شيئا كبير مكاش عندي صغير مهم دي بانور واحكم باللي تقدو واللي تنجمو علي في كوزينا احنا بلحت عليها كما هكا نعود نمسها بهذه كتبيلة اللي قاتلي نغطيها بورق الزبدة نلمع ليها غاية بالورق الزبدة زوج خطرات درت لها الورق الزبدة كنشوفو دوبليت لها ومبعجب الكسكسة الكوكوطا وحنا درتها الطيب نقص لها النار نخليها حاولي هنا نصف ساعة نعود نوليها نشوفها كراهي دائرة هنا يا اخوتيتي غادي نجيبوا المسعد وانتاعنا كان باقي لي كميشتو زيتون خضر هذا الزيتون خطر مشل المغاية كل خطرنا نبدلها المرحة الصامت ما فيش هذك المواد كيميائية هنا راني بشرط معاها فستع توم يكون كبير وزيت قطعتها كما شفتو وزيت قطعتها كما شفتو هنا جبت طونة بالزيت قلعت لها الزيتها خليتها منها ما تش نرموه اليوم نسحقوه هنا نخلط هذك الطون مع التوم مع البيض مع الزيتون خلطتهم مع بعض من بعد هنازلت معاها الروس شوفو هذك الروس اخوتاتي هنا ما قلتلكمش باللي كيفرتها هذك عشر دقايق في المحامة اضيتها صفيتها وشللتها بالمبارد وخليتها يكتر من بعد كما شفتو هنازلتها هنازل هذك الحشوة يعني السوارح اللي بي نديرون في المسعدوان تقدروا تديروا الجلبان تقدروا تديروا كاروتا تقدروا تدير اي حاجة الماييس انا المهم هذو هما هنا تتبيلة المسعدوان اللي فيها هنا الزيت تاع الطون فيها شوية الحرور اللي هو الفلفل الكحل شوية الملح وزلت لها تانية هذك تتبيلة زلت لها الماييونيز وحللت كل شيء بعد زلت معها الفرماج وزلت معها شوية الحليب الحليب تحلو به هذك التتبيلة هنا رقت هذك المسعدوان وخليتها على جهة كما شدت انا وريدكم البارباب اللي سايرة هي جاية في طريق طيب لكم بالخاف بهذه الطريقة وتحافظ لكم على اللون تاها هنا عاوت رضيتها الطيب هذك البارباب والمسعدوان دخلتها في الفريجيدار وعاوت ولت منها للحريرة الحريرة صفيتها من هذك اللحم قلعت لها اللحم تاها وهنا غدي نطحنها نطحن كل شيء معها بعدها كما هكا هنا حاولت نقص لكم الفيديو ماكسيموم بعد نجو هنا نديروا الدرسة درسة هذي اللي تخليكم حريرة تحكم يشمها سابع جهر ما شاء الله عليها عندي هنا قطبة كبيرة تاها قصبر قطبة كبيرة تاها قصبر مخصول اكيد وتكونوا نافضينها غاية من الماء بش ميش تلكمش الماء زوج تاع فصوص تاها التوم زوج فصوص تاها التوم يكونوا كبار ومن بعد هنا غدي تزيدوا الكيرية تاها الحريرة ديروا منها تاني زوج مغرف صغار وزيدوا مغرف معمرة غاية صغيرة تاها الكروية وهنا اضفت معها تاني مرق دجاج تقدروا تستغنوا عليه سمعها زوج مغرف تاع الفارينة وغادي نحط الماء تلمراني مقلقة حاطت لكم ديركت الماء هاكا قدامكم المهم هنا غادي نتحن كل شي نستلماء غادي نتحن كل شي معا بعدها هنا تاني نستيت مغرف كبيرة تاها التاماطم تاع البواطا ولا التاماطم المعلبة هنا كل شي تحنتها معا بعدها وهذه الدرسة التي كانت واجدة زيتها هنا على الحريرة ومن بعد هنا غادي نخلط مليح مليح القوام تتحكموا فيه كما بغيته كما بغيته جيت هنالباربة نقيتها صراحة باش ما نقلحت عليكم هذا المقطع نقيت حبيبات ما درتها شقع درت فيها تاني فستعتهم وستمعها شوية على زيت زيت زيتون وشوية على الخل لتقدروا تعاوضوه بالليمون من بعد هنا يشوفوا هذيك تجاجات تانية طابت لها عشرين دقيقة حتى نص ساعات ما تشد لكم شقع الوقت بزاف بهاذيك تتبيلا لاختش غادي تخليها زبدة هذيك تتبيلا المرق هذيك شوفوا كيمة على المحلات ما شاء الله وحد البنا فيه رائعة جدا اهنا غادي قلحت لها هذيك بابي كويسون وزلت لها هذيك الروالي كان فيها المرقة عود كبيتها في الكوكوطة اهنا غادي نمسحها بشوية زبدة ولتع مرقارين وهنا تاني نقلب فيها من الجهتين بشتديل هذيك تحمير الشابة كما اشتوها في بداية الفيديو وغادي نزيد نعطيكم واحد اخر اللي هو تقريبا نصف ملعقة كبيرة بتاع طماطم مركزة معها نصف مغرف كبيرة تاع حسل هذي زوج غادي تخلطوهم مع بعضهم يوليكم كيمة الكيتشاب اللي عندها الكيتشاب غادي تقلعي هذي الخطوة وديري غير الكيتشاب وحده تدهني بها تجاجة تاعك مع كيمشتي بهان ولا الزبدة هذي تتبيلا تاع الحسل مع الطماطم المركزة غادي تعطيلك وحد البنا في تجاجة في هذي الجلدة تاعها مميز ندخلها هنا الكوشة وديرتها تحمى ونجعلها تحمر كما نبغيها وطومة تانية كل اللون اللي بغاتها هنا كنت نقيت شوية سلطة ترحشيش كما تشوفوا هكا سلطة خضرة خصلتها ملي حمليح وقترتها ملي حمليح ومبعد قطعتها هنا التقطعة اليوم كانت تقطعة رقيق باش اجيكم شابه في الصحن التقديم جبت هنا امبورت بياس دهنتها بشوية عزيتك باش متلسق لكمش فيها الماسادوان الماسادوان عفوان كانت بردتها كحوالي عشرين دقيقة ولا كانت بردتها ما شاء الله بعد هنه غادي نعمرها مليح مليح الماسادوان زيدو فيها اي حاجة اللي كان عندي راني خدمت بيه هنا جبت هنا فوقها مداري ندير فرماج فوندو تقدرو تديروا فرماج فوندو ولا تقدرو تديروا المايونيز هكا طبقة من الفوقه هنا المايونيز مكترتش باش مجيش تقهم قلت لكم مداري ندير فيها الجبن الأبيض هذك الجبن الطاري تحركيهم مليح مليح بالفوقه المهم هنا زينتها بها هذيك البربا شوفوا كيفاش حطيتها درت معها الكروطة هنا خضرة ولا الجزر خضر يعني نيئ ودرت ثاني معها شوية توم شوية زيت هذة مكان ثوم والزيت ومن بعد غضيبت لكم عصرة عليمون في التالي هنا خلط كل شيء وحطيت هذك التقديم مع الزيت ونقاع جيت هنا هذي نخدم البوراك هو تالي البوراك البوراك قعم يشتش عندي كانت عندي حبة تابصل كبيرة ربيتها ازتمعها الحم المرحي ازتمعها التوم ازتمعها تاني المعدنوس تاني قليت كل شيء بليزي بيس اللي كانت ملح وحرور والحرور اللي هو فلف الكحل و الكمون ازتمعها هنا طيبتهم مليح مليح من بعد كما تشوفوا وضرت لها شوية على مضغض وتاني عودت قليتها وضرت لها الجبن المبشور من بعد هنا جبت ورقة الديول ونخدموا الحبيبات كما لكم عارفين هنا تاني حبيبات سيقار وحبيبات كما البريك وهو صغير وضرت الفرماج المبشور وضعت فوقها هذيك الكفتات تقدروا اي حاجة معها تزيدوها احنا يا اخوتيتي والله نجري باش الفيديو تاعم مايجيش طويل وهاكو جو طويل احنا يا تجاجة كما اشتو تحمرت ما شاء الله تقول راهي كانت تحمرت كما روتي كما تشوفوا احنا سقيتها من الفوقة باش مجيكم مش ناشفة باش مجيزة باش مجيزة باش مجيزة باش نقول لكم البورك تهنتها بشوية زبدة ودخلتها للكوشة شعلت عليها من فوق ومن تحت بعد ما تحمر لكم ماكم تشوفوا دا هات الحميرة الحريرات تاعنا ما شاء الله قواما بنتا نتمنى لكم الله لغالب يعني نتمنى كل واحدة تدوقها ودوق هات الاطباق اللي درتها ان شاء الله كفيت وفيتوا وعجبتكم الوصفة تاع اليوم ونزيتكم حاجة اللي من درت هات العرضة بالك تقولوا بلي درتها هكالشيخة ولا زوجتها ولا اخوها ولا ما درتها اعتلوا حدها صراحة فاجأت بها الزوجتاعي قلتا على هوتين رايخدم وراه يتوم رقع نهار برا وكل شي كي يجيحشيا يلقى حاجة بنينة كيما هاكا وطابلة مزوقة وحتى هوك تخلق لي كاشو واحد راكي عارضاتها اليوم قلت لها اللي مرني عارضاتها واحد غير دخلو انتو ما راكم معرودين هذه هي ان شاء الله عجبتكم الاطباق تاع اليوم الافكار تاع اليوم تهلو في ازواجكم تهلو في ولداتكم وتهلو في رواحكم تاني ان شاء الله يا ربي الله يدوم علينا النعم ان شاء الله يا ربي الله يخلينا غير مجموعين ان شاء الله ويكتر الافراح ويدوم علينا الصحة وان هنا يا رب العالمين كما تشوفوا الجاجة راي تهدر على روحها تجي تتفتت ما شاء الله اليوم هادي كانت طريقة تاع المردوم في الكوكوطة اللي ما عندهاش هذيك القدرة تعطين ولا غادي نديكم تاني واحد لاستويس تاع المردوم بزيف شابة كاعدنا طرق بزيف بزيف ان شاء الله انتظروني في الوصفات اللاحقة غادي نقل على هاداك العود الخشابية ونحلها لكم شوفوا راي تتفتت حتى العدم تاحاركم شوفوا صايا ما قدوش تل مطابو بيا الروز طابلنا على حبة هاداك الروز طاعة روعة مايروتش قح في الندم سوال الابيض ولا البسماتي ولم ما شاء الله عليه وهنا يا كمشتو الافكار تاع اليوم الاطباق تاع اليوم ان شاء الله طاوكم فكرة ان شاء الله يحفزوكم كتكون عندكم عرضة ولا طايف تاع الغفلة ولا تدروهم هادو كل شي ساهل وكل شي طاب في وقت واجيز ان شاء الله يا ربي استفدتوا معي نعود نقولها لكم وشاهدكم في الجنة يا رب العالمين بالنسبة للسلطة اخواتي مدر تلهج فينيغات هذه السلطة الخضراء مولدار يبغيها غير بالليم عصرة تعليم وولادي ما يبوجك فيها الفينيغات استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة